خلونا ننوح لزملنا أحمد الحسيني نعرف منه تفاصيل أكتر عن ختام فعاليات مهرجان العالمين صباح الفل عليك يا أحمد صباح الخير يا بساند صباح الخير يا مصفى وصباح الخير دفقم الكريم ومشاهدي صباح الخير يا مصر إمبارح كان حفل ختام أسطوري هنا في مدينة العالمين لفعاليات مهرجان العالم عالمين يمكن الليلة الختامية إمبارح بدأت بمجموعة من عروض نارية في سماء العالمين اللي أضاقت سماء العالمين بالليل كانت عروض أكتر من روعة الجمهور والمواطنين وزوار مدينة العالمين وزوار مهرجان العالم عالمين كانوا في حالة انبهار شديد طبعا بعد العروض اللي تمت في السماء بدأ تم عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المهرجان منذ بدايته في 13 يوليو ولغاية نهايته إمبارح 2 ستمبر نحن طبعا بنكلم على 52 يوم فعاليات متنوعة ما بين رياضية بطولة جودو لمسابقات الكرة الشاطئية وطبعا فعاليات طرفهية وعروض أزياء لبيوت الموضة العالمية بالإضافة طبعا للفعاليات الفنية اللي كانت بتقام بشكل دوري وبشكل مستمر وضمت مجموعة كبيرة طبعا من فنانين المصريين ومن الوطن العربي وكان فيه إقبال كبير جماهيري على كل هذه الحفلات اللي كانت بتضم مجموعة وفئات متنوعة من الشباب اللي طبعا لأنها كانت فيها اختلاف للأزواق والعمار السنية مبارح طبعا كانت الليلة الختمية مع فركة شارموفرز اللي قدمت مجموعة من أجمل أغنياتها ووسط طبعا تفاعل كبير من جمهور مهرجان العالم عالمين وطبعا كانت ليلة ختمية جميلة اتكلمت مع عدد كبير من الجمهور واللي اتمنوا وطلبوا بشكل مباشر أن يكون فيه دورة شتوية المهرجان العالم عالمين فيه هنا في مدينة العالمين طبعا على غرار الدورة الصيفية اللي أقيمت الفترة اللي فاتت على مدار أكتر من خمسين يوم وطبعا يعني ما زالت لسه أصداء وأجواء المهرجان مستمرة لغاية النهاردة الناس لسه في حالة انبهار وإعجاب شديد بما تم على مدار الأيام اللي فاتت وبالذات أو خاصة في الليلة الختمية مبارح ليلة الختم لمهرجان العالم عالمين شكرا لك يا أحمد يعني على مشاركتك لنا لتفاصيل ختم فعاليات مهرجان العالمين